كشف مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من فيروس كورونا لشهر نوفمبر 2021 عن تبوء مملكة البحرين المركز الأول عالميا في مستوى مؤشر التعافي من الفيروس من حيث انخفاض معدل الحالات القائمة وتضعف معدلات تلقي التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية نعم وبذلك تؤكد مملكة البحرين أنها تمثل نموذجا ملهما في الانتقال من مرحلة التصدي للفيروس إلى التعافي عالميا ويأتي هذا التصنيف العالمي تزامنا مع تجاوز مملكة البحرين إعطاء ثلاث ملايين جرعة من التطعيم بين جرعة أولى وثانية ومنشطة حسب بيانات وزارة الصحة وتأتي المرتبة المتقدمة لمملكة البحرين من ضمن 122 دولة يشملها تقييم المؤشر من حيث إدارة العدوى وإطلاق التطعيمات والتنقل الاجتماعي